اشتركوا في القناة والامن الى جنوب المغرب كله ولم تكن اي ثورة او تمرد يثير قلق او اهتمام المخزن في الشمال ففاس امنة وهادئة تحت قيادة مولاي عرفة وكذلك مكناس الذي بعث اليها بالاسرى تحت حراسة قوية حيث غادر مولاي محمد دار مولاي الزين مع اصدقائه واقاربه ارحمنا الى دار المخزن بمكناس ولم تصطدم حامية تازة المكونة من خمسمائة رجل بقيادة سعلال الوردي مع غياثة الذين سبق ان نهبوها اما وجده ففي هدوء وراحة تامة مع باشاه الجديد ادريس بن يعيش الخليفة القديم لقائد المشور ادريس ابن العالم حيث بسط سلطته ونفوذه بقوة في المنطقة لان الكل قد علم ما حدث لارحامنا من جراء تمردهم فكان الناس يتحركون في انتظام وهدوء ودون رفع رأس كما يقال وحل المخزن بمراكش حيث سيمكت به عدة سنوات ثم عمل على خلع قواد وتعيين جدد وكان قد ظهر في هذه الفترة على مصرح الاحداث مخزني كان يحظى بتقدير ابو احمد يسمى المهدي المنبهي وعين لقيادة قبيلة المنابهة واحدثك عن هذا الرجل الذي لم يكن من عائلة كبيرة معروفة لانه سيأخذ فيما بعد المخزن كله بيده وما كاد السلطان الشاب يستقر بمراكش حتى استقبل باشا دورا سفيرا يحصلون في هذه الفترة على عدة امتيازات فاصبح ماكلان قائد الحراس اكثر حضوة حيث يقضي اغلب الاوقات تقريبا في القصر ويلبس على الطريقة العربية ولم يعد ينتظر كالسابق ساعات امام باب القصر بين جماعة الزوار الذين يرغبون في لقاء احد افراد المخزن فكان بمجرد ان يأتي الا ويدخله مخزني خاص الى السلطان وقد كان يحيط بالسلطان عبدالعزيز بعض الحساد الذين لا يرتحون الى ماكلان لكنهم كانوا مع ذلك يسارعون الى السلام عليه لانه كان يحظى باحترام وتقدير اباحماد وكل الوزراء لقد كان رجل حرب قوي ويشغل طابوره بنظام وفيما كان الانجليزي يعمل جاهدا على امتاع السلطان بالمحادثات والطرف وابراز اخر مستجدات اوروبا الميكانيكية والتقنية كان الوزير الاول يحكم وفده دون مراقبة اللهم من عائلته واصدقائه الذين يحيطون به في المخزن وقد جاهز في خريف هذه السنة التي وصلنا فيها الى مراكش عدة حركات للذهاب الى ناحية سوس وراس الواد والاستطلاع حول ما يمكن ان يقع في هذه المنطقة لقد كان اهالي هذه الجهات في تمرد ذائم منذ وفاة مولاي الحسن انا لم اكن من افراد هذه الوحدات ولا اعلم ماذا فعلت هذه الوحدات في تلك البلاد انطلقت الاولى الى هوارة بقيادة الباشا حمو ابن الجلالي ومولاي عثمان عم السلطان والثانية الى شتوكا الموجودة في الجانب من هوارة بقيادة القائد اسعيد الكلولي والثالثة الى واد ماسة بقيادة الحاج محمد ويدا الذي دافع بقوة عن مراكش ومولاي عبد الحفيظ اخ السلطان وكان ان عززت هذه الحملة بحمية قصبة تيزنيت القارة بقيادة القائد عبد اسلام يطو وقد عرف المخزن في هذه المناطق اياما نحسات انتصارات وهزائم وقد نهب مرة المعسكر الشريف لمولاي عبد الحفيظ وبعد ايام اخذنا بعض الاسرى وحصلنا الضرائب ثم عادت في الاخير كل هذه الافواج التي انهكت البلاد عدة اشهر الى تارودانت واجادير حيث بعث اليهم باحمد عدة طوابير لتقوية صفوفهم لان اهالي تلك المناطق قد طاردتهم بقيادة محمد اوهاشم شريف زاوية سيد احمد موسى ولم ترجع وحدات في تيزنيت الى قصبتها الا بصعوبة كبيرة وتجدر الاشارة الى ان اغلب الوحدات النظامية المحاربة ومدربيها قد بقت مع السلطان بمراكش ولعل هذا ما يفسر فشل تلك الحركات الصغيرة التي كانت ترسل الى هنا او هناك والتي لم تكن تستطيع مواجهة حتى بعد الجبناء وظلت جهة مراكش بعد هذا الصيف 1897 هادئة كما كانت الاستعدادات جارية كما كانت الاستعدادات جارية لمغادرة مراكش برغبة من السلطان والمخزن والنظاميين والمدربين الانجليز والفرنسيين هكذا غادرنا مراكش في 16 شتنبر 1897 حيث مررنا ببني مسكين والقعدة لنعسكر بصخرة الدجاجة بوادي زم على الحدود بين تادلة بسبب ما يلي لقد ثارت القبائل المجاورة لقصبة بن حمد عشاش والخساسرة وأولاد محمد ببني إيمان والأولاد ضد قائدها وحاصرته فمكثنا في هذه الجهة أكثر من ثلاثة أشهر معسكرين تحت الخيام والبرد القارس وقد كان برفقة السلطان فضلاً عن الوزير الأول الصدر الأعظم وكل الوزراء المرافقين قائد المحلة مولاي الأمين عم السلطان وسيد محمد الأمراني فكونا 12 طابوراً متشابهاً أحاطت بكل جهات سخرة الدجاجة لمحاصرة القبائل المتمردة واجتياحها ونهبها وإرغامها على آداء الضرائب للمخزن وكان مختلف قواد الطوابير يقولون للإنفصاليين المنشقين استسلموا وأدوا مستحقاتكم من الضرائب وحينئذ سنغادركم أما إن رفضتم فإننا سنظل بأراضيكم وستكونون مرغبين على مأونتنا وتغديتنا إلى أن تفقروا وتصبحون أعرى من كأس كما يقال فسارعت القبائل المعنية بأداء الضرائب بصخرة الدجاجة لكن يبدو أن هذا الإجراء لم يشف غليل المخزن فكتب السلطان بإعاز من باحمد إلى قواد الطوابير الاثنى عشر إنني مصرور منكم لكنني لاحظت أن عملياتكم الصغيرة قد دامت مدة أطول لهذا يجب أن تقضوا على هؤلاء المتمردين إطلاقاً ولكي تكون عملياتكم أسرع وأنجح فإنني سأحدد لكم يوماً وساعة واحدة لانطلاقها وتكونون متفقين على زمنها جميعاً وحينها سوف تجداح كل وحدة المنطقة التي توجد أمامها وتنحي كل الجهات التي تقاومها وتجلب إلى صخرة الدجاجة الأسرى والقطعان والمؤونات وكل ما يمكن أن يؤخذ وينقل وبوصول هذا الأمر إلى كل جهات الطوابير انطلقت بسرعة لأداء مهمة واجتياح كل هذه الجهات حيث أثرنا ثمانمائة أسير وجلبنا عدداً كبيراً من رؤوس الأغنام والأبقار والخيول دام توزيعها مدة طويلة وعندما قسم كل شيء وشبع المخزن أمر السلطان بجمع الأسرى في عشر مجموعات وأرسلهم إلى الرباط وسلا وتطوان والعرائش ومكناس وفاس ومراكش وآسفي والصويرة ثم أعطى إشارة الانطلاق وقد كان هؤلاء الأسرى في صف من خمسة عشر إلى عشرين فرداً في قيد واحد متبوعين بنسائهم وأطفالهم وكان منظر رؤيتهم وهم يقطعون وبصعوبة المسافات الطوال وبسرعة وتحت التعذيب أمراً يدعو على الشفقة فملأوا السجون القصبات والمدن وأماكن متعددة حيث كانوا يجدون في أماكن عديدة منها رفاقهم أرحامنا كما كان هناك أيضاً عشرات الرؤوس المقطوعة بعث بها لتعلق على جدران قصبة الوداية بالرباط لقد كان انتقام المخزن عنيفاً جداً لكن السلطان الشاب أو من يأخذ بيده كان يريد أن يظهر للجميع أنه قوي خاصةً بعد هذا الإجلاء والتوزيع العنيف لهؤلاء الأسرى على كل جهات البلاد وأراد أن يظهر لأهالي البلد والمدن العقوبة التي تنتظر المتمردين وللرجوع عبرنا الشاوية من المزامزة وأولاد سعيد ثم لنصل إلى أزمور وبعدها توجهنا نحو مراكش وبوصولنا إلى واد تانسيفت عسكرت المحلة 12 يوماً قريباً من القنطرة حيث جاءت كل فخدات الرحامنة للسلام على السلطان وتقديم المؤونة وكذا بعض الهدايا كما جرت العادة بذلك حين عفور السلطان بلداً ما لكن السلطان اعتقل كل هؤلاء ومرافقيهم وعين على كل الرحامنة القائد سعبد الحميد الذي كان بمولاي بشعيب والذي كان أيضاً طرفاً في المفاوضات مع هذه القبيلة حين خضوعها وبعد تسوية جميع الأوضاع والأمور دخل السلطان إلى مراكش وسط الاحتفالات المعتادة حيث أقام في هدوء وأمان وكان القائد سعيد الكلولي العامل على كل بلاد حاحة تقريباً قد قام بصوقة إلى سوس الذي بدأت الأوضاع تهدأ فيها تدريجياً وفي الوقت الذي كان فيه مولاي عبدالعزيز يستقبل السفراء الذين كانوا يأتون بالهدايا حيث لم تكن تمر سنة دون مجيء سفراء أوروبيين فرنسيين وألمان وإنجليز وإيطاليين وإسبان إلى القصر محمرين بالهدايا طالبين بالمقابل بعض الامتيازات التجارية لبلدانهم وأراضيهم أو تصفية بعض العصابات أرسلت حركة سي محمد الأمراني لتسوية الأوضاع بمنطقة جباله المتمردة كما بعث الباشا إدريس بن يعيش من وجدة إلى تطوان ليرجع الأمور إلى نصابها بقوته وصرامته المعهودة كما جهزت أيضاً محلة ضد مسفيوة الذين حاولوا قديماً الاستيلاء على أقدال حيث التقت في طريقها حركة من غلاوة بقيادة سلمدني من تلوات وقد كان مسفيوة الذين استسلموا وخضعوا بعد انهزام طاهر بن سليمان قد تمردوا من جديد لكنهم وأجهوا وأدبوا بقوة وبعنف حيث اعتقل منهم العديد من الأسرى واجتيحت منازلهم وأخضعوا قصراً وبعد مرور بعض الوقت توجهت الأنظار والأسماع نحو المخزن حيث كانت هناك أحداث على جميع محادثات الناس في الشارع فقد توفي وزير الحرب سيسعيد أخ باحماد بعد أن عانى من المرض عدة أيام ومات أيضاً الحاجب الملكي سي إدريس أخ باحماد الثاني ثم جاء دور الوزير الأول الصدر الأعظم باحماد ليعاني بدوره من وعكة صحية حادة وقد كان باحماد الذي رأى وأمام عينيه اختفاء أخويه يحاول التجلد والصبر فرغم كل الأدوية المستعملة ورغم اجتماعات الأطباء بما فيهم الأوروبيون الثلاث لناريس وطبيب السفارة جاء إلى مراكش والأطباء التقليديين والفقهاء المسلمين مثل السي محمد غرنيط المحتسب الحالي لفاس الجديد ورغم فحوصات آلة كهربائية كانت ضمن أمتعة ماكلاً فإن الوزير الأول الصدر الأعظم مات بعد أسبوعين من مرضه في 13 ماي 1900 وقبل ذلك بأيام مات أيضاً سي إدريس ابن العالم قائد المشور الذي كان أطباؤه أقل لكن مات على كل حال وكان الآخرون الذين بقوا ينتظرون الموت بدورهم يعيشون في هلع وخوف وقد أزعجت هذه الوفيات المتلاحقة المخزن كثيراً لكن عمل بسرعة على ملء المناصب الشاغرة فعين السي الحسن أخب أحمد في منصب الحاج الملكي والحاج ابن عبد الله ابن أحمد قريب الوزير الأول الصدر الأعظم المرحوم في منصب الوزير الأول والسي محمد ابن إدريس ابن العالم القائد السابق في منصب قائد المشور لكن لم يبق في هذا المنصب سوى خمسة أشهر أو ستة لأنه كانت له عدة عيوب فقد كان رجلاً مدمناً وعلى ظهر يده اليمنى تورم متعفن ميؤوس من علاجه ولم يكن من المستحب رؤية الضماد على يده وسيعوض فيما بعد بقدور ابن الغازي ثم فيما بعد بإدريس ابن يعيش المستدعى من تطوان أما وزير المالية فظل هو موحى التازي أرباطي الذي احتفظ بهذا المنصب منذ مولاي الحسن وهو من نادى عليه ابن أحمد أثناء وفاة مولاي الحسن وظل منصب وزير الحرب شاغراً وعندما تقلد الحاج إدريس مهامه استنصحه مولاي عبد العزيز وطلب منه أن يختار علافاً جديداً فأجابه إني أذكر أن ابن أحمد وقبل أن يموت قد قال ضمن أشياء أخرى أن الخليفة الأنسب لسيسعيد المتوفي هو السلمهدي المنبهي قائد المنابهة الحالي فقال السلطان بالفعل سيصبح كذلك لأن ابن أحمد كان رجلاً ذكياً وكثيراً ما زودنا بنصائحه الجيدة وفي اليوم الموالي استعرض السلطان جميع قواد الرحى وعين عليهم قائدهم الجديد لقد كان وزير الحرب الجديد الذي كان محط عناية ابن أحمد على علم بكل ما يحدث في المخزن إنه سيتقلد مهام جديدة وسيلقى فيها كما تلقى سمكة في البحر إنه شاب قوي ومحارب جيد ومتعود على اتخاذ قرارات سريعة وصائبة ولا شك أنه سيكون في المكان المناسب وبمجرد التحاقه ببنيقته قرب السلطان التي تركها ابن أحمد والتي كان من المفروض أن يكون فيها المختار طلب منه مولاي عبد العزيز وجهة نظره في جميع القضايا المطروحة أمامه لقد بلغ السلطان عشرين سنة من عمره أصبح يدرك فيها بعض الشيء كيف يحكم لقد كان شابا قويا وصلبا وذا وجه بشوش ووجنتين ممتلئتين لكن دون شعر في لحيته يعشق الرياضة والترفيه والموسيقى وقد كان مؤنسه ومضحكه جندي قديم في جيش العرائش يسمى علي البلوط يرفه عنه في غرفته كما كان يطلب أحيانا من الشيخات أن تغني له بعض الوصلات الأندلسية القديمة كما كان يعتني عناية خاصة بفرقة نحاسية شبيهة من جوقة الحالية لكن بدل حوالي ستين عازف كان هناك أكثر من مئة عازف بقائدين وكان له أيضا عشر عازفين على الكمان والرباب يدخلون إلى غرفه عندما يرعب في سماعهم وقد كان المنبهي رفيقا حيويا ونشيطا يستشار في أمور الترفيه أو قضايا الدولة الصعبة كان من عادته البث في جميع القضايا بما في ذلك تلك التي لا تدخل في اختصاصاته مما جعل قواد القبائل الذين يميلون مع الريح القوية يلجأون إليه في أمورهم مباشرة دون المرور عبر البنيقات الأخرى فأصبح المنبهي الوسيطة الوحيدة بين السلطان والقبائل مما جعل أهميته تزداد يوما بعد الآخر ولم يكن المهدي المنبهي محط رضا جميع الوزراء الذين أصبحوا مهمشين ولا يعلمون لماذا تصدر عدة قرارات دون استشارتهم فأبدو غضبهم من هذا الذي لم يعرفوه سوى مخزني وكان أكثر هؤلاء غضبا الحاج المختار الوزير الأول الذي عينه في هذا المنصب وموحى التازي أقدم وزير في المخزن فاشتكوا إلى مولاي عبدالعزيز من سير الأوضاع سيدنا إن هذه الوضعية الراهنة لا يمكن أن تستمر على هذه الحال إن وزير الحرب يعمل على الاستحواد على كل شيء والبث في جميع القضايا وتسيير الشؤون وبمباركتكم لكل إدارات الدولة إنه شاب مبتدئ ليس له سوى خصال علاف من أجل هذا استقدمه السلطان إلى المخزن إن المنبهي لا يشعر أن بجواره وفوقه وتحته وزراء أكثر منه أقدمية في هذا المنصب وأثبتوا جدارتهم طيلة سنوات ونرى أنه من واجبنا إشعار سيدنا لأن سياسة وسيرا كهذا لا يمكن أن يكون إلا سيئا ودون جدوى وأنه ستحدث عنه مصائب لا نريد أن نكون مسؤولين عنها فكر السلطان قليلا وقال للوزيرين أرى أنكم على صواب حين فكرتم بهذه الطريقة وأخبرتمان بما يروج في ذهنكما وسأعمل على الحد من نفوذ هذا الذي يزعجكم فرغم إجابة السلطان هاته فإنه ظل مؤيدا للمنبهي لأنه يعتقد في قرارة نفسه أن هذين العجوزين ليس سوى حسودين أما هو فإنه يتجاوب مع الشاب المهدي أكثر من الشيخ المختار فأثناء وزارة إبو أحمد ظل بعيدا عن كل شيء وكان يحكم بإسمه أما الآن فله صديق يخبره بكل الأشياء ويستشيره ويتفهمه فقد تقوت جناحاه وبدأ يفكر في الطيران وحده أما مستشاروه فيتكلمون بأفكار قديمة لا تلائم سنه ومن الأفضل تركهم وتهميشهم أكثر من معاداتهم وكان السلطان يقضي أوقات كثيرة في التنزه رفقة وزيره الجديد حيث نظم هذا الأخير خرجات للصيد في ضيعة كبيرة بأقدال لقرص الأرانب والغزلان والتمتع برؤية كلاب الصيد أسلوغي وهي تجري بين الأشجار كالسهام وكان كل يوم تقدف شهب أي مفرقاعات اصطناعية ملونة في السماء تضيء حذائق أكذال تعكس ألوانها على مياه الصهاريج المسابح الموجودة وسط أعدب الألحان والأغاني وحمل الخدم الحليب الطاري المعطر وعصير الرمان والعنب وقد كان المنظم والساهر على هذه الحفلات هو القائد ماكلان المقرب عند المنبهي الذي يزداد بدوره قربا وصداقة عند سيدنا وكان قد جلبت عدة مفرقاعات من أوروبا أغلبها من إنجلترا يصل ثمن بعضها إلى أكثر من عشر كتب لكن لا يهم فالسلطان يتمتع بالحياة ولا يجب أن يرى حوله ما يغضبه ولا سماع المختار وهو يقول للتازي انظر نعتقد أن سلطانا يمكن أن يحكم هكذا إنها تفاهات صبيان وكان المنبهي قد علم باحتجاجات هدين الوزيرين ويمكن أن يكون مولاي عبد العزيز هو من أخبره بذلك لكنه لم يقل أي شيء بل ظل محتفظا بصمته منتظرا الفرصة المواتية للإنقضاد عليهما وقال يوما للسلطان هناك أناس في المخزن عيبهم أنهم يجدون كل ما يقوم به غيرهم خاطئا وهم لا يقومون بأي شيء فلو تعلق الأمر بي أنا فإنني سأتركهم يتكلمون وأتابع إنجاز مهامي أما أن يتعلق الأمر بالسلطان فأرى أنه تصرف غير مغتفر فكيف يتجرؤون على مثل هذا يوميا كما أعلم فأنت سيدنا هو السلطان فلا يمكن أن تكون متسامحا أكثر مع مثل هذه الحريات غير المسؤولة فابنع هؤلاء المشوشين الذين مسوا شخصكم المقدس المحترم فأظهر لهم حقا أنك أقوى رجل في المغرب وأرهم فعلا أنك سلطانهم فأجاب مولاي عبد العزيز أترك ذلك فلا بد أنه سيأتي يوم لذلك وكان الحاج المختار الذي كان عالما مثل السبوشعيب الدكالي الذي كان وزير الشكاية ينصح السلطان بالمقابل شغل وقته وباله بالكتب الجيدة وأخذ أجود الأنواع الأدبية العربية والتاريخية التي تتحدث عن الفتوحات الإسلامية بما في ذلك فتح المغرب وأخذ العبرة من جدوده في تسيير حياتهم اليومية فاستجاب السلطان النصوح واستقدم فقيها وكتبا وبدأ يدرس يومان في الأسبوع الأدب والأبيات الشعرية الأقل صعوبة لكن انتهى كل هذا بسرعة حيث تسرب إلى نفسه الملل لأن سن الأخذ في المدارس كان قبل سن السلطان بكثير فعوض الكتب بزرع الأرانب في أكدال وألعاب الصالونات القادمة من إنجلترا والدراجات الهوائية من عجلتين أو ثلاث عجلات التي تركبها نساء الحريم السلطاني فرجع مولاي عبد العزيز إلى تمتعه وترفهه يحدث كل هذا في وقت شرعت فيه القبائل في التحرك والتمرد حيث اجتاحت القبائل البربرية لبني مكيلد وبني وارين وأيت يوسي كل جهاتها وهاجمت القائد عمر اليوسي في قصبته فبعت المخزن لمواجهتهم محلة من ثلاثة آلاف رجل بقيادة الحاج الأمراني أهاشم وعندما حاصر بعض المتمردين قصبت تيزنيت بعث المخزن رجالا آخرين لتحريرها وبقي السلطان في مراكش على نفس الحالة من الترفيه حيث جاء بزوارق كهربائية لسهاريج أكدال وأعتقد أن هذه الزوارق تعويض لمركب الحسني الذي اختفى بعد وفاة مولاي الحسن وتسريح تاقمها الإسباني وشراء فرقاطة صغيرة البشير وكان المنبهي الذي ينتظر دائما فرصة الإنقضاض على الأوضاع قد سمحت له الظروف المواتية لتنحية المختار وكل مناوئيه وقد كان الحاج مبارك بن بوشتا قائد أولاد بوعزيز بدكالة الذي تقاسم السلطة على هذه القبيلة مع قدور الخلال القائد الثاني يرغب كثيرا في أن يكون هو المولى والرئيس الوحيد فجاء معا إلى الوزير الأول الذي علم أن مبارك قد أعطى قدور الخلال ثمانون ألف دور أي أربعمائة ألف فرنق مقابل تنازله له وستكون له بالتالي كامل الحرية في أخذ الغنائم وقيادة فخدته وقد كانت هذه الطريقة معمولا بها وكان وسيلة تدر الكثير من الأموال على خزينة المخزن الذي كان يعمل على مضاعفة مبلغ الاشتراء وكان مبارك يتوفر على هذا المبلغ كله ومستعد للآداء فقال له الوزير الأول جيد لكن من أين لك بتلك الأموال التي تريد أن تشتري بها مكان أو منصب قدور فإنه مبلغ لا يمكن أن تكون قد أخذته من القبيلة ولقد اقترته من أحد البنوك الأوروبية لأنه مستحيل أن تبقى محافظا على مبلغ مالي كبير مثل هذا وتعلم أن تصرفا مثل هذا لا يقره الدين والرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا عمل حرام ولا أقر هذا الشراء فارجع إلى بلدك والسحي مما فعلت فوصل هذا الكلام حرفيا وتوا إلى وزير الحرب الذي حكى ذلك إلى السلطان خاصة أن القصر كانت له عدة نفقات وأنه سينتفع بهذه الأموال النازلة من السماء وأن هذه الأموال ستضيع ونحن في حاجة إليها هل تفهم سيدنا مثل هذا التصرف؟ ما العيب في الإبقاء على أشياء كانت معروفة منذ أجدادنا؟ أترى سيدنا إن لك وزيرا أولا لا يعرف شيئا في مجال الأعمال والأموال فعليه أن يعلم أنه يجب أن يكون من أولى اهتماماته تلبية رهاباتكم سيدي وبمختلف الأشكال فقال السلطان أعرف لكن لتغييره لابد أن أجد أحدا من تريد أن نضع مكانه؟ فأنا لا أعرف أحدا أكفأ منه موجود من هو؟ صف الضول غرنيت مثلا من؟ أين هو؟ فأنا لم أره قط فقال الآخر أنا أعرفه سيدنا لقد كان وزير الشؤون الخارجية في المخزن على عهد والدكم سيدنا مولاي الحسن رحمه الله وقد كان محبوبا عند ابو أحمد الذي قال له عندما جاء يحتج عليه عندما عين حولك الوزراء الجدد صف الضول اذهب إلى منزلك ولا تقلق فلن تحتاج لأي شيء فإنني سوف آتي إليك وأعطيك ما ترغب فيه وقد بقي ينتظر وأعتقد أنه حال الوقت للوفاء بما وعد به الوزير المرحوم وهذا ما تم بالفعل كان الصف الضول غرنيط مقيما بمنزل في مراكش وعندما خرج المنبهي من القصر ذهب إليه وقال له سأعينك وزيرا أولا فقال له الآخر مندهشا المنبهي إذا قمت بهذا فسأكون لك مملونا جدا فبمجرد أن أصبح وزيرا أولا سأكون خادمك وسنسير معا اليد في اليد إذن اعتبر الأمر كما لو حصل بالفعل فأنا أرغب كثيرا أن تكون أنت في مكان المختار الذي يحاول دائما أن يبسق في وجهي ويقول لمن يريد أن يسمع له أنني عروبي من عائلة غير متعلمة كأرضي باب متحجرة فأنت على الأقل تعرفني لأنني أصلح للحروب ولن تتصرفك المختار ولهذا منحتك مثل هذا المنصب اجلسني على ذلك الكرسي أولا وسترى فيما بعد وفي اليوم الموالي وأثناء المخزنية حصة استعراض المخازنية بالقصر نادى مشاوري أحد رجال قائد المشور على السيف الضول غرنيط إلى القصر فقدم إلى المنبهي الذي رأى غرنيط أن له مكانة رفيعة في المخزن فنهض وقام لاستقباله في وقت كان فيه الوزير الأول سلمختار عند السلطان للتوقيعات ثم وصل المتواطئين إلى بنيقة الوزير الأول فأدخل المهدي غرنيط إلى البنيقة أمام مكتب المختار الصغير وأجلسه والتفت إلى الكتاب الموجودين المستغربين مما يرون إلى درجة سقوط الأقلام من أيديهم وقال لهم اسمعوا أوامر سيدنا هذا هو الوزير الأول سيف الضول غرنيط فانحنى الكل محيين وقد كان قائد المشور سي محمد ابن العالم على علم بكل هذه التحركات والعمليات قد فوجئ أليس هو المسؤول على إدخال الأغراب إلى القصر وطال بسبب الزيارة فلقد نصب شراكا إلى صديقه المختار لكن ما الذي بوسعه قوله أو فعله أليس المنبهي أكثر قوة كسابقه باحمد زمن مولاي الحسن فانحنى بدوره للوزير الجديد كأنه لا يعلم شيئا وها هو الحاج المختار يخرج من مكتب سيدنا راجعا فانحنى على بلغته ليأخذها فجاءه أحد كتابه الأوفياء وأوقفه وهمس في أدنه إلى أين أنت ذاهب الآن سيدي لقد شغرت ابنقتك فقال غاضبا آه جيد ثم أعطاه الأوراق التي كانت بيده واتجه نحو الباب حيث مر بعيدا عن ابنقته فانحنى أمام غرنيت الذي كان جالسا في ابنقته فبارك ثم خرج وبمجرد وصوله إلى منزله جاءه أمر بمغادرة مراكش نحو مكناس حالا فقال لمن جاءه بالأمر نعم أنا مستعد لا أطلب أكثر فأنا مسرور بالذهاب توا لكن كيف أستطيع حمل أمتعتي يلزمني أكثر من ثلاثين بغلة وبعد ساعة أحضرت إلى بابه البغال الضرورية فأعد رحيله ليلا وفي الفجر غادر مراكش عبر باب الخميس ووصلت القافلة إلى سيد بوعثمان حيث قضت الليل لكن في صبيحة اليوم الموالي أحيطت البغال التي كانت تعد للرحيل من جديد بوحدة من فرسان المخزن الذين تركوا نساء وخدم القافلة جانبا ثم أخذوا الأمتعة وقالوا للمختار كل ما يوجد بين أيدينا الآن هو للمخزن ويجب أن يرجع حالا إلى مراكش فنحن لا نطبق إلا الأوامر فأجاب العالم نعم لقد كنت أنتظر ذلك لكن أرجو منكم أن تتركوا هذه الشواريات فليس بها إلا كتبي أصدقاء الحقيقيين ومن بينها صحيح البخاري الذي أعزه أكثر من عيناي فلا يمكنكم أخذها فاتش الرجال ولم يجدوا سوى كتبا كبيرة يعلوها غبار الطريق فقرروا أن يتركوا له أشواريات وكان الناس يقولون أن باطن تلك الشواريات كان كله ذهب قد يكون ذلك صحيحا ومن يدرينا كما تخلي له عن بعض الأغطيات وزربيات أو ثلاث وألبسة قليلة جدا للإستبدال ثم تابع الطريق نحو مكناس في حين عاد المخازنية محيطين بالبغال التي تحمل ثروة الحاج المختار من عبد الله بن أحمد إلى مراكوش وهذا ليس كل ما حدث فبينما كان قائد المشورس محمد بن العالم يمارس مهامه داخل مكتبه بالقصر نهبت داره بأمر من المخزن وعندما جاء الامتطاء بغلته قدم أحد ليقول له ألا تعلم سيد محمد لقد اعتقدتك مت إن المخازنية الآن يعملون على تتريكك أي تركه دون ثروة أو نهب أمواله وأمتعته فسارع المسكين المصدوم نحو منزله حيث وجد الباشا العربي بن عبو المكلف بتنفيذ العملية الذي أخذه من يده وقال له أس محمد هذا يوم نحس إنه شيء مقدر ما العمل لكن لا تبقى واقفا هكذا تعال واجلس على الأقل هنا قرب الباب فأخذت أمتعته جميعا ودخل ليجد غرفه الكبيرة مفرغة تماما ولم يعد بإمكانه سوى الذهاب إلى مكناس مع بعض أمتعته المحملة على البغال والحراس المنتظرين في الشارع وأصبح خليفته فيما بعد القائد قد دور بالغازي من البخاريين وفي اليوم الموالي أيضا اعتقل الحاجب سي الحسن بمجرد وصوله للقصر وأبعد إلى تارودانت وحل محله سي أحمد أركينة التطواني وهكذا لم يبقى في المخزن أي أحد من عائلة باحماد كما أبعد أصدقاؤه بطريقة التي حدثتك عنها وكان مجمل هذه الإجراءات والأحداث مؤشرا بالحيطة والحذر لأعداء المنبهي خاصة أن أحدهم وهو وزير المالية موحى التازي ينتظر بين الفينة والأخرى مجيء المخازنية لاعتقاله وقد طلب بتوسط من صف الضول غرنيط مقابلة السلمهدي المنبهي وقال له بأنه سيقدم استقالته للذهاب إلى الحج تقبل طلبه لكن بمجرد مغادرته مراكش أعطيه رسم بعد وجود مستحقات له عند المخزن وهذا ما كان يطلبه حيث نجى بأمتعته فذهب إلى مكة وعوض بالشيخ التازي الفاسي وهكذا ترى أنه من خلال يومين أو ثلاثة أيام غير وزراء مولاي عبدالعزيز فلم يعد هناك سوى رجال موالين للمنبهي أغلبهم شباب ويبدو أن المنبهي قد ورث كل شيء عن ابا أحمد الذي كان مهتما به كثيرا في أثناء حياته فقد رتب كل شيء ليحكم المغرب بشكل مقنع لكن كان يوجد من ضمن الوزراء الذين عينهم ثعلب ذكي له نظرة ثابتة على المدى البعيد إنه صف الضو الغرنيط الذي يجلس في بنيقة الوزير الأول الذي يعمل على ممارسة مهامه على أحسن ما يرام وقد قال يوما للسلطان يجب علينا أن نبعث صفراء لأوروبا لأنه من الأفضل أن نربط علاقات ديبلوماسية مع القوى الكبرى خاصة أن لها بنوكا كبيرة وامتيازات عدة فقال السلطان إنها فكرة جيدة لكن من سنبعث وإلى أين أعتقد أن سفيرا واحدا غير كاف للقيام بكل هذه المهام حتى لا ننثير تحاسد النصارى فلهذا أرى أن تكون لنا سفارتان الأولى إلى فرنسا برئاسة وزير الشؤون الخارجية سعبد الكريم بن سليمان المؤهل لمثل هذه المهمة للإشارة فإن السعبد الكريم هذا هو الذي عوض الصيف الضو الغرنيط عندما طلب منه باحماد مغادرة سكناه وسنعززه بثاني سيمحمد القباص خليفة وزير الحرب أما الثانية فستكون في إنجلترا وألمانيا والذين أرسلوا إلينا سفراء وسيكون على رأسها وزيرنا في الحرب سلمهدي المنبهي بإعانة من الكاتب الحاج عمر التازي والقائد ماكلان وبعد مرور عدة أيام استجيب لوجهة نظر غرنيط وغادر السفراء المعنيون البلاد في 1 يونيو 1901 إنها عائلة منزل المنبهي في الواقع التي ذهبت بكل أعوانها فأصبح الوزير الأول سيد الوضعية وأصبح يتقرب شيئا فشيئا من السلطان وأصبحت مكانته تترسخ يوما بعد الآخر وكان يقدم النصائح للسلطان بين الفينة والأخرى ويعمل قصار جهده ليوجه الأمير نحو أمور أكثر جدية وقد قال للسلطان سيدنا لقد اشتغلنا مع آبائك من أجل المصلحة العامة لهذا البلد ولكي تصبح بالفعل أميرا سأدلك على الطريقة المتلى فتدخلات المنبهي غير المتناهية وحفلاته التي ينظمها من أجلك يهدف منها إلى إزالتك من على عرشك والحكم مكانك لقد كان يريد أن يزج بك في طريق خاطئة بل الأدهى من ذلك أنه يريك أن كل الأمور على أحسن ما يرام أنصت السلطان بكل برودة لهذا الكلام لأنه كان لا يحب أن يذكر صديقه بسوء لكن ما دام هذا الأخير بعيدا عنه الآن فإنه مختار في أي الآراء والطرق يتبع وقال في الأخير للوزير الأول نعم ما قلته صحيح فالسلطان يجب أن يحكم لا أن يمزح وبدءا من هذه اللحظة شرع السفادو الغرنيط في الحكم الفعلي وفي الوقت الذي كتب فيه إلى إدريس بن يعيش بالمجيء إلى مراكش إلى جوار السلطان اعتقل عيسى بن عمر قائد عبده حيث غادرت محلة كاملة جنود نظاميون وخيالة ومدفعية بقيادة سيقدور بالغازي قائد المشور عززت فيما بعد بوحدات دكالة وحمر وعبده مراكش تجاه طريق آسفي حيث وصلت إلى دار السعيسى واجتاحت أملاكها واعتقلت القائد ورجعت بعد ثلاثة أيام وقد أنجزت مهمتها وبوصول إدريس بن يعيش إلى مراكش أدخله غرنيط إلى القصر ونصبه قائدا للمشور بينما خلع قدور بالغازي من عبده وأرسل لتعويد بن يعيش في تطوان وهكذا بدأ نفوذ غرنيط يزداد يوما بعد آخر في حين أصبح أتباع المنبه الذين اختفى رئيسهم مهمشين قلقين وكانت آخر ضربة عنيفة تلقوها هي تعيين وزير حرب جديد الحاج عبد السلام بن شكرا الزمراني في وقت كان يستعد فيه الوزير القديم للرجوع وأقنع السلطان بأن وزيره القديم الذي لم يكن سوى مخزني مدين في أمواله ومنازله الفاهرة للمخزن حتى إنه أصبح يعرف كابن عائلة كبيرة ميسورة فكل ما في ملكه هو للسلطان الذي ليس عليه سوى إعطاء أمر لاسترجاع هذه الأشياء ألم يفعل الشيء نفسه الحاج المختار؟ لكن مولاي عبد العزيز كان متردداً بعض الشيء في التضحية بصديقه القديم تاركاً البث في الأمر إلى حين رجوع المعني بالأمر من سفارته حيث سيقف على نتائجها وبالتالي التفاهم معه أكثر لكن لم يكن يرى مانعاً من حراسته ومراقبته بمجرد وصوله إلى طنجة فأعطى غرنيط تعليماته بهذا الخصوص ليس فقط إلى حراس السواحل بل حتى إلى حراس أبواب مراكش وباعتقاله أثناء مروره بها وقيل أيضاً إنه على طول الطريق الساحلية إلى مراكش كانت مراكز حراسة تترقب وصوله إليها وكان المنبهي الذي يسافر رفقة القائد العربي مول فراك حالياً في عهد مولا يوسف والذي يحمل على رأسه عمامة كبيرة قد علم بالخدعة المدبرة ولكن لا أعلم كيف علم بذلك فيمكن أن يكون قد أخبر إما في برلين أو في مرسيليا وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه وصوله إلى طنجة وصل مساءً ذات يوم على متن سفينة إنجليزية إلى مازاغان أي الجديدة وانتشر خبر وصوله فسارع الناس إلى الميناء بعضهم فرح مسرور من هذه العودة والبعض الآخر مغضب قلق يدفع بيده المتزاحمين لرؤيته لم يكن هذا هو الاستقبال اللائق يأخذ المقربين عند السلطان ولم يكن الوصول شبيهاً إطلاقاً للناس الذين يتدافعون أماماً في الطريق أرجوكم فأنا متعب من السفر في البحر أتركوني أسير أمامكم واتبعوني وجاء باشا مازاغان الذي لم يتوصل بأي أمر من مراكش باعتقاله هل يجهل فعلاً بما يحدث أم أنه ماكر المحتال فقال له الوزير السابق هيئ للحمام فأنا بحاجة إلى استراحة أكبر فقال الناس اذهب يا سيدي وخذ حمامك بسرعة وارتح لأنه وبعد قليل في المساء سوف يأتم خازنية صف الضول لاعتقالك حين تكون في الحمام لكن ها هي بعض الخيام قد نصبت بالقرب من المدينة إنه القائد سيطيب الكندافي الذي كان ماراً صدفة بالمنطقة مع عدد مهم من أتباعه حيث سيعسكر أمام أبواب الجديدة فذهب المنبهي لزيارة صديقه وأرسل كاتبه ليقول إلى باشا مازاغان إن سيدي ذهب مع بعض أصدقائه لزيارة زاوية مولاي عبد الله وأنه لن يأخذ حمامه إلا بعد رجوعه وفي حدود وقت العشاء ركب فوج الزوار خيولهم وقد كان منهم وزيرنا القديم الذي كان يحمل في عرض سرج جواده بندقية إنجليزية حديثة الصنع وكيساً يحتوي على بعض أجود أنواع الرصاص مع بعض عبيده السود وكنا نلاحظ غياب ماكلان الذي بقي حادراً في أوروبا والذي لن يرجع إلا بعد ذلك كما كان بعض القواد في هذا الموكب مثل السيطيب الكندافي وأحمد ابن العربي الذي كان يتهيأ أيضاً مع خليفته والقائد أمن الجلالي فاختفى الموكب في اتجاه زاوية مولاي عبد الله لكن بدل متابعة السير في الاتجاه الذي قالوا عنه إن عرجوا نحو مراكش حيث انطلقوا بسرعة كبيرة وقضوا الليل كله تحركاً ليصلوا في الصبح إلى مطل وهي منطقة في مرتفع بين دكالة والمنابها حيث توجد بعض آثار قصبة برتغالية فتوقفوا كثيراً لأن الخيول قد تعبت وكلت ثم واصلوا بعد ذلك إلى دار القائد البنبهي التي أقاموا فيها بعض الأيام للاعتناء بالضيوف واستبدال الخيول وطلب البنبهي من القائد الكندافي أن يصحبه وأفراد قبيلته إلى مراكش وفعلاً اتجه الموكب نحو العاصمة وفي الطريق أخبر الفلاحون الراجعون من السوق أفراد الموكب أن حراس الأبواب قد أعطيتهم أوامر بالقبض على البنبهي وبالوصول إلى جبل جيليز بقي جل أفراد الموكب في الوراء في حين اتجه الوزير مع الكندافي وحدهما أماماً وعندما بدت لهما أسوار باب دكالة تنكر الرجلان في لباس مخزنيين فصار بهدوء على طول الأسوار ليدخلوا من باب القصيبة الذي هو باب من أبواب القصبة التي يمكن أن يدخل منها مخزنيين لإطلاع الباشا على إنجاز مهامهما ولما كان الحارسان يشربان الشاي وملتفتين خلفاً انطلق أحد الفارسين ملثماً يجري بفرصه فقال أحد الحراس إني أعرف هذا الفارس إنه المنبهي الوزير القديم لكن كان الوقت متأخراً فقد وصل هذين الرجلين بسهولة إلى دار المنبهي حيث سيقفون فترة للراحة وقد شاع خبر هذا الرجوع بين الناس حيث تناقل الخبر من دكان إلى دكان ومن سوق إلى آخر إلى أن وصل النبأ إلى القصبة حيث أعلم بذلك السلطان الذي طلب المنبهي ليعلم نتائج سفارته فبادر المنبهي بسرعة إلى إطلاع مولاي عبد العزيز بكل ما أنجزه ثم قال سيدنا ماذا يريد أصحابي؟ إنهم يريدون اعتقالي فالحمد لله الذي مكنني من رؤية السلطان مرة أخرى إنها الخيانة إذن لا يلمهدي فأنا لم أخنك وإنما كنت خائفاً على حياتي فقد كنت أخشى من السم إن أنا تمسكت بك ثم إنك كنت بعيداً فغيابك ترك في نفسي أثراً سيئاً وكنت أظن أنك لن ترجع لكن ها أنت الآن قد عت فاهدأ فكل شيء سيسير على أحسن ما يرام فخرج المنبهي من القصر مزهواً متبختراً لا كما دخل إليه لقد علمت كل مراكش الآن أن الوزير القديم قد رجع وأنه قد استقبله السلطان وأنه قد جاء بأشياء عجيبة ومهمة من بلاد الروم ثم اجتمع كل من قال فيه سوءاً في غيابه للتشاور فيما بينهم خوفاً من انتقامه فسارع قائد المشور إدريس بن يعيش إلى السفة الضول غرنيط الذي يبدو هادئاً ليخبره بما وقع فقال له غرنيط نعم فأنا على علم بالخبر لقد أفلت من بين أيدينا والآن ماذا ترى أنه سيحدث فإن الكلب لم تعد له أنياب يعض بها فلقد أحرقت أوراقه عند السلطان فغداً يجب أن نكون لبقين ومرنين ومحتالين لكي تدبر له مكيدة قبل أن يدبرها هو لنا ما الذي تريد فعله؟ سأسجنه غداً صباحاً عندما سيأتي إلى القصر إنه حتماً سيأتي غداً صباحاً لكن هل ستعتقله هكذا دون أوامر؟ لما لا؟ فليس على السلطان سوى الصمت حين اعتقاله فسترى وقبل أن يغادر المنبه القصر كان قد أخذ من السلطان الإذن بإطلاق صراح صديقه القائد عيسى بن عمار ثم ذهب إلى باشا القصبة العربي بن عبو الذي كان بدوره من أتباعه فأعطاه التصريح بإطلاق صراح السجين الذي أخذه معه إلى منزله وفي اليوم الموالي كان السفدون غرنيط قد أعطى الأوامر باعتقال هذا القائد بمجرد وصوله إلى القصر لكن لم نكن نعرف متى سيكون الاعتقال هل حين دخوله أم خروجه من الاستقبال لكن كان الكل يترقب هذا المشهد التاريخي وحوالي الساعة الثامنة وصل المنبهي رفقة السعيسى بن عمر الذي لم يكن مجيئه وظهوره منتظرا على البغال وخلفهما المنابهة وكندافة على الخيول مسلحين مستعدين للمواجهة فكسى هؤلاء الفرسان كل ساحة القصر لا يعرفون ماذا ينتظر منه وهكذا دهش الذين شتموا المنبهي في غيابه من هذا الدخول الرائع وغير المنتظر فأطرقوا يفكرون مطاطئين ومر المنبهي بكل تبختر أمام ابنقة بن شكرة الذي حاول عبثا الاختباء وراء قمطوري مكتبه الصغير هؤلاء الفرسان الذين لا ينتظرون سوى الأمر بتنحية أسيادهم فقالوا لقد جئنا في الواقع لاعتقال هذا الرجل لكن يبذو ذلك شيئا مستحيلا فها هو قد دخل بكل اعتزاز وفخار إلى هذه الدار ولا نعلم من الذي جرى بينه وبين سيدنا في المساء ثم انظروا إلى السعيسى بن عمر الذي كان سجينا بالأمس بجواره وكل جنوده مسلحين فما العمل من الأحسن الانتظار بعض الشيء وعلى القرب من سهريج صغير في ساحة البنيقاد جاء عبد أسود من موال دحو يجري ويصيح بصوت مرتفع المهدي السلطان يطلبك فبقى السعيسى الواثق من جريان الأحداث لصالحهما في الخارج مع أتباعه في حين دخل المنبهي في حوار مع سيدنا ماذا تقولون؟ فلقد استرجع السعيسى كل نفوذه القديم على عبده بفضل هذا الذي كان من المنتظر اعتقاله أما السفة الضو الغرنيط فقد انسحب إلى منزله متثاقلا وقد ازدادت حرارة جسمه حتما مرتعدا كله كما اختفى بن شقر على بغلته وهكذا استعاد هذا الذكي بنيقته وقد كان الكل غير قادر على متابعة ما يحدث جيد فها هو إدريس بن يعيش يتجه نحو المنبهي ويتبادل معه التحايا بحرارة فأمسك العلاف بيده وذهبا معا ليصلاع ذعيسى بن عمر دي الوجه المتلألئ الفرح لأنه أصبح من جديد قائدا على عبده وأصبح صديق من جديد وزيرا ولم يكن في هذا الواقع هذا هو المشهد المنتظر لكن علينا أن ننتظر لأن الرياح التي كانت تأتي من الشمال أصبحت تهب الآن من الجنوب واستدعى بنبهي بن يعيش إلى وجبة غداء ثم قال له عندما كانا راكبيني في اتجاه منزله إن البغلة التي تركبها من الدرجة الرابعة لا تليق بمقامك ومهامك فقال الآخر لقد جئت من تطوان منذ مدة قصيرة فقط وهي الوحيدة التي أملكها الآن وبمجرد وصولهما إلى المنزل أهداه النبهي بغلة بسريجة حمراء وكيسا من ألفين دورو أي عشرة آلاف فرنك فرنسي فقال بن يعيش مسرورا حفظكم الله ورضي عنكم فقال النبهي جيد فنحن أصدقاء وأنا سعيد بلقائك لكن قل لي بصراحة ما رأيك في كل هذه المهزلة ألا ترى معي أن أناسا مثل هذا القرد العجوز غرنيط حقودين ولا تستطيع فهم تصرفاتهم فكيف تصدق أن رجلا أنا من بحث عنه وعينه وزيرا أولا لأنه مسن ومجرب ليكون لي عونا عند النصح ينتقم مني بهذه الطريقة لا أصدق إنه ناكر للجميل جبان وخائن فأجاب قائد المشور أنت على حق سيدي ولكن لا يمكن أن أخبرك بأي شيء لأنه لا علم لي به فأنا لم آتي من تطوان إلا منذ مدة قريبة لأعين قائدا للمشور ما كان قد دور بالغازي فأنا وافد جديد إلى هذا المخزن قد طفل أجهل كل شيء لكن أؤكد لك أني لست منحازا لأي جهة فقال المنبي أنا واثق من تصرفك وأشكرك على ما قمت به صباحا لكن أنصار غرنيط لم يرموا السلاح بعد بل كانوا يفكرون في اللجوء إلى العنف حيث قرروا اغتيال النبهي سرا يوم الجمعة البوالي عندما يأتي للصلاة لكن أحدا ما أخبر مولاي عبد العزيز بالمؤامرة التي تدبر ضد صديقه المفضل فطلب منه أن يبقى في منزله ذلك اليوم ففشلت بالتالي العملية لكن السلطان الذي تعب من هذه الدسائس والسراعات التي تمزق كيان المخزن والذي خاف أيضا من أن تؤدي هذه المشاكل إلى مواجهات دموية قد قال بعد أن فكر في الأمر جليا إنه أنا من يجب عليه أن يرجع النظام إلى صفوف المخزن وتذكير وزراء المتصارعين بمهامهم والحل الوحيد هو أن يرجع المنبهي إلى مرصب وزير الحرب قبل أن يعين سفيرا وأستغني على بن شجرة هذا الذي لم أرى منه أي شيء وفي اليوم الموالي استدعى كل المخزن إلى القصر بما في ذلك قواد الرحى والأفواج النظامية وعند اجتماعهم جميعا قال أعين عليكم من جديد سلمهدي المنبهي وزيركم في الحرب المعروف عندكم بهذه الصفة وقد عينت أيضا سعبد السلام بن شجرة باشا على مدينتنا تازة ثم جمع كل وزرائه في مكتبه وعنفهم بالكلام القاصي حيث لامهم عن تحاسدهم فيما بينهم مما يتنافى مع سنهم وثقافتهم ووعيهم إنني أوصيكم جميعا بألا يتعدى أحد مهامه المنوطة به التي كلفناه بها إنكم كلكم مستشارون في شؤون الدولة ولا أميز أحدا منكم عن الآخر إني أحبكم كثيرا لكن أحذركم جيدا فأول من سيزيغ منكم عن طريق سينال عقابا شديدا فوزيرنا الأول صفة دول غرنيط ووزيرنا في الشؤون الخارجية هو السي عبد الكريم بن سليمان ووزيرنا في الحرب هو المهدي بن ابهي ووزيرنا في المالية هو الشيخ التازي وقائد مشورنا هو السي إدريس بن يعيش وحاجمنا هو السي أحمد ركينة فأريدكم أن تكونوا متحدين كأصابع اليد الواحدة وهذا شرط أساس لكي يمكن لهذه اليد التي هي أيضا يدنا أن تشتغل وتعمل فلا تنافر ولا تعارض ولا عداوة فيما بينكم أريدكم أن تكونوا أعضاء من عائلة واحدة عائلة المخزن وأطلب منكم الآن أن تتصالحوا جميعا أمامي فتصافح الوزراء فيما بينهم بحرارة كما لو أنهم عادوا من سفر طويل وبعد هذا اللقاء عاد الوزراء فرحين كما لو أن كل واحد منهم أخذ في يده فأسا لتحطيم المخزن وتكوين ثروته الشخصية ورغم كل مراسيم الصلح هاته فإن الوزير الأول كان ينتظر دائما الفرص لإسقاط والإنقضاض على المنبهي لكنه لا يمكن أن يصل إلى أي شيء ما دم السلطان في مراكش لأن المنبهي له عدة أصدقاء وأتباع وقبيلته الأصلية قريبة أيضا فكان يبحث عن طرق يرجع بها السلطان إلى فاس فنوذي على مولاي عبد الحفيد أخ السلطان الذي كان خليفة تيزنيت جهة سوس وجعلت مراكش مقرا لسكناه وأصبح خليفة للسلطان على الحوز وسوس فانطلقت المحلة بالشكل المعتاد في عشرين نوانبر ألف تسعمائة وواحد بعد إقامة ست سنوات في الجنوب وصمنا رمضان ألف ثلاثمائة وتسعة عشر هجرية بالرباط التي أقام فيها السلطان حتى يشهد احتفالات العيد الصغير عيد الفتر وقد كانت هذه الاحتفالات رائعة ارتدت فيها أفواج القائد ماكلان بدلة حمراء جديدة شبيهة ببدلة الحرس الحالي بأسلحتهم الجديدة والملمعة التي تمتع العين وقد كان قائدهم يحضى باحترام الجميع وكما كانت كتيبته من جنود شبان منتقين من القبائل المخزنية يصل عددهم حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة جندي والمتبوعة بفرق الرشاشات مكونين لجيش صغير وقرر السلطان ترقية ماكلان الى رتبة عسكرية مغربية كبيرة مثل الجنرال الفرنسي ومنذ ذلك لم يعد يسمى ماكلان الا كورونيل تحريفا لكلمة كورونيل وقد كان تحت قيادته عدة مدربين انجليز من ضمنهم الملازم فيردون الذي سيقتل فيما بعد فيفاس سقوطا من احدى الشرفات ثم اخ الطيب فيردون الذي جاء الى المغرب طبيبا لماكلان وعائلته والذي جاء به ايضا لمعالجة باحماد المتوفي والذي كان يتدخل احيانا في شؤون المخزن بفضل تأثير ماكلان وكان في الميناء فرقاطتان حملت سفيرين فرنسي وانجليزي استقبلا في القصر وقد كانت تطلق هاتان السفينتان اضواء على البحر والمدينة كما كانت مناورات للقصف بالمدافع على هدف جعل في البحر في اعالي القبيبات حتى يتمكن السلطان من تتبع المشهد من قصره وقد كان الفرنسيون يقدفون بدقة كبيرة نالت اعجاب المتتبعين وبعد اقامة شهرين او ثلاثة اشهر ذهب السلطان الى مكناس وبعد بضعة ايام دخلنا فاس وسط اجواء الاستقبالات والاحتفالات المعهودة في مارس 1902